اشتركوا في القناة في هذا اللقاء ولقاء غد في مثل هذا الوقت بعون الله وتوفيقه سوف يكون الكلام على بحث مهم وهو بحث واسع لا يمكن استفاؤه في مجلس أو في مجلسين لأن أهل العلم بسطوا هذا الباب واعتنوا به وفرما ليه وجعلوا له ألقابا وأسماء وهو منهج وطريقة أهل الحديث في تصحيح الحديث وهذا باب واسع لكن لعله يقرب على هيئة جمل يسيرة يشار إلى ما تيسر منها أول مسألة في هذا أن الله سبحانه وتعالى شرف هذه الأمة وكرمها بأن جعلها موصولة بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما تحدث به وما نطق به لأن البحث كما تقدم كما لا يخفى حول صحة طريقة أهل العلم ومنهجهم في تصحيح الأخبار فالله سبحانه وتعالى كرم هذه الأمة وشرفها وأعلى شأنها بهذا الإسناد فليس لأمة من الأمم قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم إسناد وليس عندهم تصحيح ولا تضعيف بل إنهم خلطوا كتبهم بقصص أخبار بقصص علمائهم وعبادهم فلا يعرفون الأسانيد فاختلطت الأخبار عندهم ولهذا كثر الكذب في أخبارهم أما هذه الأمة كما قال العلماء شرفها الله بالإسناد يقول محمد الإمام الحافظ محمد بن حاتم مضفر إن الله شرف هذه الأمة وكرمها بالإسناد فإن الواحد من العلماء يعني فيه معنى كلام رحمه الله الواحد من العلماء يبحث في الحديث الواحد من أكثر من عشرين طريقا ثم ينظر في هذه الطرق ويتتبع رجالها ثم ينظر في المتن فيقيدونه كلمة كلمة وحرفاً حرفاً حرفاً ويكتبون الحديث من طرق كثيرة حتى يصح لهم هذا الخبر وكما قال بعض السلف إنهم يأخذون الخبر الواحد من أكثر من مئة طريق فيضربون بعض الطرق ببعض حتى يتبين صحيحها من سقيمها وقال علي بن المديني رحمه الله إن الباب يعني الباب من العلم لذا لم تجمع طرقه لا يتبين خطأه فلهذا اعتنى العلماء بالإسناد وجاءت عنهم الأخبار الكثيرة بل هي متواترة ذكرها العلماء في كتبهم بالأسانيد وإن من ذكر هذا على سبيل المثال الإمام مسلم في مقدمة صحيحة والإمام أبو عيسى في آخر صحيح في كتاب العلل وفي غيره ما من الكتب ذكروا بالأسانيد الصحيحة عن السلف رحمة الله عليهم عن سفيان الثوري وعن محمد بن سيرين وعن أيوب وكذلك قبلهم عن ابن عباس رضي الله عنهما وأخبار كثيرة في هذا تبين أهمية الإسناد قال محمد بن سيرين فيما صح عنه كما رواه مسلم في مقدمة صحيحة إن هذا الإسناد دين فانظروا عن من تأخذون دينكم إن هذا الإسناد دين فانظروا عن من تأخذون دينكم وقال رحمه الله فيما صح عنه لما وقعت الفتنة واختلف في قوله في الفتنة ما هي ومن الأقوال فيها أن فتنة قتل عثمان نظروا في الإسناد فمن كان من أهل السنة أخذوا عنه وإن كان من أهل البدعة تركوه وقروا مسلم في مقدمة صحيحة عن بشير بن كعب العدوي أنه كان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو تابعي وهو تابعي ثقة عن النبي يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام وكان ابن عباس حاضرا عنده وكان لا يلتفت إليه فقال يا ابن عباس ما لك لا تنظر إلى حديثي قال إنا كنا إذا ذكر الواحد منا النبي صلى الله عليه وسلم شرأبت له القلوب وامتدت له العيون فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ إلا ما صح أو كما قال رضي الله عنه مع أنه صحابي سمع من النبي عليه الصلاة والسلام وروى عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا بواسطة عن كبار الصحابة رضي الله عنهم عن عمر وعن عبد الرحمن من عوف وعن غيرهم رضي الله عنهم وقال سفيان الثوري رحمه الله فيما صح عنه الإسناد سلاح المؤمن فإذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل وقال رحمه الله الملائكة حراس السماء وأهل الحديث حراس الأرض والمعنى أنهم يحرسون هديه عليه الصلاة والسلام ولا شك أن حراسة الأرض وسلامتها ووقوع الخير وحصوله في الأرض هو بالسنة وصيانة السنة والعمل بالسنة هكذا كانوا رضي الله عنهم في نظر هكذا كانوا رضي الله عنهم ينظرون إلى الإسناد ومرة كان الزهري رحمه الله يحدث يحدث بالإسناد محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري الإمام الحافظ الكبير وهو من رؤوس الطبقة الرابعة من التابعين من أوساط التابعين توفي سنة أربع وعشرين بعد المئة فكان يحدث بالأسانيد وشفيان بن عيينة أحد كبار تلاميذه شفيان بن عيينة بن عيينة بن أبي عمران الهلالي أبو محمد وهو من الطبقة الثامنة توفي سنة ثمان وتسعين ومئة فقال له أبو محمد يا أبا بكر يعني الزهري حدثنا بلا إسناد هو يريد أن ينظر يريد أن يعرف ماذا عند الزهري قال لا سفيان بن عيينة إمام رحمه لا يحكي إلا بالأسانيد لكن أراد أن يظهر ويستخرج من علم الزهري أمر الإسناد فقال له يا أبا محمد يقول الزهري هل ترقى السطحة بلا سلم قال لا المعنى لا يمكن أن يثبت المتن إلا بالإسناد إذ الإسناد حكاية طريق المتن الإسناد هو حكاية طريق المتن ولهذا اعتنى السلف بالإسناد عناية عظيمة وجاءت الأخبار عنهم عيان في هذا الباب وكان أحد المتركين يقال له ابن أبي فروة يحدث مرة وكان الزهري حاضرا وكان هذا يحدث بالمقطوعات وبالمعضلات وبما لا يصح قال الزهري رحمه الله قاتلك الله يبنى أبي فروة تحدث بأحاديث ليس لها خطم ولا أزمة ولهذا شدوا هذا الباب رضي الله عنهم ومنعوا من يريد أن يجترئ على هذا الحما حما الأسانيد فلذا قرروا هذا الباب من العلم وهو ضبط الإسناد وذلك أن الإسناد شرط للحديث فلا يثبت الحديث إلا بإسناد وأصل هذا أيضا من السنة مأخوذ وجاءت في هذا أخبار قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس الصحيح عند أبي داود وغيره تسمعون ويسمعوا منكم ويسمعوا ممن يسمعوا منكم أنتم تسمعون مني ويسمعوا منكم السماع والسماع هي أرفعوا صيغ الرواية السماع أرفعوا وأصحوا صيغ الرواية إذا قال سمعت لا يحتمل شيئا آخر إذا قال سمعت المعنى أنك سمعت الشيخ يحدث سمعت الرواية منه بإذنك تسمعون ويسمعوا منكم ويسمعوا ممن يسمعوا منكم المعنى بلغوا والمعنى لابد من السماع وهذا حديث أصل في اتصال السند وثبت في الحديث الصحيح بل المتواتر الذي جاء من طرق والنبي عليه الصلاة والسلام قال فيه في بعض الفاظه نظر الله امرأا سمع مقالتي فوعاها وعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع وفي بعض الفاظه رب مبلغ أفقه من مبلغ وكما قال عليه الصلاة والسلام لكن الرفض المعروف فرب مبلغ أوعى من سامع فالمعنى أنه ذكر البلاغ وذكر السماع في هذا وهذا أيضا ثبت عن أن يبكر معناه وذبت عن عمر وأنهم تحققوا في الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا جرى السلف على ذلك رضي الله عنهم والأمثلة كثيرة في هذا الباب فهذا هو الأصل في هذا الباب ثم مما يعلم وهي المسألة الثانية في هذا الباب أن السلف رحمة الله عليهم ينظرون إلى الإسناد بضوابطه التي ذكرها العلماء ومن ذلك أن لهم أن لهم نظرا خاصا في من يروي الأخبار فقد يأتي إسناد يرويه راو عن شيخه فيثنى عليه بالخير بالصلاح بالعبادة السلف لا يكتفون بهذا إذا قالوا فلان عابد فلان جاهد لا يخدعهم مثل هذا الكلام بل عندهم في ضبط الرواية في صحة الرواية الضبط عبادته له وجهده له وورعه له لكن هناك شأن آخر يتعلق بالرواية قد يكون هذا العابد هذا الجاهد لم يتوفر له شيء من أمور الضبط فلو جاء إسناد يرويه تلميذ عن شيخه فيقول التلميذ حدثني فلان الزاهد حدثني فلان العابد فإنهم لا يلتفتون إلى هذا الإسناد ويعلونه ويبطلونه قال أبو عبد الله ابن منده الإمام الحافظ رحمه الله إذا سمعت إذا رأيت الحديث فيه حدثني فلان الزاهد فاغسل يدك منه قد يقول قال لماذا ما السر هو وصفه بماذا بالجهد الجهد أو العبادة وصف قاصر متعلق به هو هو عابد هو زاهد إذن وصفه بأحسن ما وجده فيه ولا شك أن هذه صفة عظيمة الزهد والعبادة من أعظم ما يطلب لكن الشأن أعظم الشأن في الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يكفي أن يكون عابدا لا يكفي أن يكون جاهدا هذا لا يكفي ولهذا تكاثر عنهم بل تواتر عنهم أنهم قالوا رحمة الله عليهم إن ههنا قوما إن ههنا قوما صالحين يعني ممن يستغاث بهم ويستمطر بهم لصلاحهم وعبادتهم لو شهد على بقلة لا نقبل منه لأنه لا يضبط لا يعرف ومشغل بعبادتي لكن ليس عنده علم ولا معرفة هو ينطلي عليه أمور من الأخبار قد تكون مكذوبة قد تكون لا تصح ولهذا قال يحي ابن سعيد القطان فيما رواه عنه ابنه محمد الحافظ ويحي ابن سعيد القطان إمام حافظ كبير رحمه الله لم نرى في الصالحين يعني في من شغلته العبادة عن العلم أكذب منهم ما معنا هذه العبارة ليس معنا أنه يكذب ويتعمد الكذب لا لأنه يجري الكذب عليه بدون معرفته وهذا مشاهد ترى مثلا من لم يكن مهتما بالعلم وقد يكون إنسان لديه شيء من العناية بالعبادة لكن لا معرفة له ولا علم عنده يسمع أخبارا لا تصح فيحدث قال النبي عليه الصلاة والسلام بل قد يحضر مجلسا من المجالس مجلس وعظ ويكون المتكلم تكلم في موضوع من المواضيع فذكر أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وذكر حكمه مثلا من الحكم فهو لا يفرق بين هذا وهذا فلو كان المتكلم يتكلم مثلا عن التقليل من الطعام مثلا بحسب قال النبي عليه الصلاة والسلام بحسب ابن آدم لقيمات يقيم من صلبة الحديث وقال الحارث بن كلدة المعدة بيد الداء والحمية رأس الدواء هذا بعد ذلك يذهب ويحدث يقول سمعنا من ذلك الشيخ يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام الحمية ماذا الحمية المعدة بيت الداء ينسب إلى النبي لا يفرق لأنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأخبار فلا يميز ما كان من الحكمة وما كان من كلام بعض السنف وما كان من قول عن أهل الجاهلية وغيرهم أو من كلام الأطباء من كلام النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لا بصيرة له ولهذا يقول الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني هذا لم بصيرة له لا يميز بين حديث وغيره ولهذا كانوا رحمة الله عليهم يعتنون بصفات أهل الحديث ولسيأتي إن شاء الله الميزان في هذا الدين يتعل لأن شرط السند يتعلق بأمران الدين والضبط لكن وجود أحدهما يكون طعنا فيه فلو كان ضابطا بصير حافظا لكن ليس عنده دين خبره ساقط وكذلك لو كان مثلا من أهل العبادة لكن لا بصيرة له ولا فهم له ولا حفظ له ولا يفرق بين الحكم ولا حديث وأقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأقوال الصحابة قوله ساقط ومما استحضروا في هذا أن أخ شيخ الإسلام ابن تيمية عبد الله ابن عبد الحليم أخ شيخ الإسلام أحمد عبد الحليم كان معه في سجن القلعة وأدخل عليه من يناظره من يناظر شيخ الإسلام رحمه الله وكان معه أخوه عبد الله يخدمه مع أنه أكبر منه فقال عبد الله لهذا الذي يناظر شيخ الإسلام رحمه الله لا بصيرة له هو منتسب للعلم لكن لا بصيرة له في الحديث فقال له عبد الله ابن عبد الحليم أنا لو جمعت لك أحاديث من الصحيحين ومن معلقة عن ترى ومن أحاديث الموضوعات ودمجتها وعرضتها عليك فإنك لا تميز ما في الصحيحين مما في الموضوعات مما في هذه المعلقة فالمراد من ذلك عند أهل الحديث هو البصيرة ولهذا لابد أن يكون له معرفة وفهم حتى يضبط ويعرف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن مما يعلم أنهم يفرقون في هذا الباب بين الذي يجري الكذب على لسانه والذي يكذب عمدا الذي يجري الكذب على لسانه والذي يكذب عمدا قد يكون إنسان له صلاح تقوى يسمع أخبار لكن لا بصيرة لكما تقدم فيجري الكذب معنى أنه لا يميز لكن الكذاب الذي يكذب عمدا هذا جرمه عظيم الذي يضع الحديث إنما الكلام في من يضع منه الخطأ ولهذا لم يقع الخلاف هل في مثلا في مسند أحمد أحاديث موضوعة أو ليس في حديث موضوعة قال بعضها العلم إن أريد بالموضوع أن في أساندها كذبين أن في أسانده كذبين هذا ليس في حد وإن أريد أن في بعض أسانده الشيء اليسير والنادر من يجري عليه الكذب وهو لا يعلم هذا قد يقع ولهذا قد ينطل على بعض على بعضهم بعض الأخبار بدون قصد منه فلهذا يفرقون في هذا الباب بين الرواية والمروي يقولون المروي كذب والراوي ليس بكذب لكنه جرى الكذب على لسانه الرواية كذب لكن الراوي ليس بكذاب لأنه لم يتعمد الكذب لكن هناك نوع ثالث هناك نوع ثالث ربما يجري الكذب على لسانه هل يتعمد أو لا يتعمد هذا مما وقع في خلافه وذكروا عن بعض منهم وهو عابد من العباد عابد من العباد فجعل يحدث فقال له ابن أخلة جعل يحدث عن عون ابن أبي شداد رجل قال هو عون من أبي شداد قال يا عم إنك لم تسمع عون ابن أبي شداد قال يا ابن أخي هو حديث حسن هو حديث حسن هذا لا شك وصمه بأمر التفريط أشد لأنه تساهل وفرط لكن إذا كان هذا في أخبار ليست مرفوعة أسهل من الأخبار المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا كان السلف يختبرون الراوي حتى يعرف حاله ويتميز ويتبين لهم وبناء على ذلك يحكمون عليه بصحة حديثه أو بطلان حديثه المسألة الثالثة أو الطريقة الثالثة من منهج أهل الحديث في هذا الباب كما تقدم أن شرط صحة السند هو بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير متصل السند غير معلل ولا شاد قد بنقل عدل تام الضبط متصل السند حالة كون متصل السند غير معلل ولا شاد خمسة شروط ثلاثة وجودية واثنان عدميا اتصال السند أو عدالة الراوي الضبط اتصال السند هذه ثلاثة وجودية غير معلل ولا شاد شرطان عدميا هذا أصل الأصول في هذا الباب ولهذا قالوا بنقل عدل العدالة المتعلقة بالدين صلاحه في دينه لا يكون فاسقا فسق عمل أما فسق الاعتقال ففيه تفصيل أما الفاسق فخبره منكر وفي حكم المترك ولهذا لا يستشهد به بنقل عدل والعدالة هي استواء الحال واستواء أموره بأن لا يرتكب كبيرة ولو يصر على صغيرة ولا يقترف من أمور الخصة ولو كانت من الصغائر وكذلك من العادات المستهجنة التي من وقع فيها فإنه يتجرأ على ما هو أكبر منها على تفصيل عندهم لكن الشان في الإشارة إلى أنهم ربطوا هذا الباب أن يكون عدلا تام من الضبط ما يقالوا ضابط تام من الضبط وهذا الحديث الصحيح وعندهم فإن خف الضبط فالحسن ذاته كما يقول العلماء لكن الحديث الصحيح تام من الضبط معنى تام من الضبط أنه حافظ يحفظ إن حدث من صدره إن حدث من كتابه فإنه ضابط لكتابه والضبط ضبطان ضبط صدر وضبط كتاب ضبط صدر وضبط كتاب فإن حدث من صدره فإنه يكون ضابطا وليس المعنى أنه لا يخطي لا ما في أحد ما يخطي بل الذي يدعي أنه لا يخطئ ليس بصادق ولهذا يقول يحيو المعين أنا لا أعجب ممن يحدث فيخطئ ولكن ممن يحدث فيصيب يعني يجب منها ما يخطئ أنا لا أعجب ممن يحدث فيخطئ لكن ممن يحدث فيصيب معنى أنه يقول إنه لا يخطئ فالخطوات لكن المراد أنه لقوة ضبطه وتبريجه في حفظه وفهمه ضابط لما يحفظه إن كان يحفظه عن صدر لأن العلم ما حواه الصدر والقمطر هو علم لكن بشرط أن يكون حافظا لكتابه ولهذا كثير من الأئمة الكبار وقع لهم أخطاء يعني سفيان السفيانان الحمادان الليث بن سعد بل الزهري رحمه الله يحيى بن سعيد القطان وغيرهم من الأئمة الكبار وقع لهم أوهام شعبة مع سفيان سلم في كثير من الأمور لسفيان فالمقصود أن أن الخطأ وارد ما أحد ما يخطو وإن كان حافظا مبرزا ولهم في هذا قصص ومما يستطرف في هذا قصة مشهورة تذكر دائما وقعت بين سفيان الثوري وبين يحيى بن سعيد القطان وكلهما إمام يعني أحيانا قد يكون كلا الإمامين ضابط حافظ يكون أحدهما على السواب والآخر على الخطأ كلاهما اختلفا لكن تبين الحافظ منهما الذي أخطأ إذا رد عليه الحافظ الآخر يدرك بمجرد ما يرد يدرك أنه أخطأ لقوة حفظه يدرك لماذا لأنه ذاكره والمذاكرة حياة العلم المذاكرة حياة العلم لأنه ضابط وحافظ لكن قد يغيب عنه فحين يذاكره يستحضر فلهذا مباشرة يدرك قبل أن يقول أخطأت يدرك أنه أخطأ وبهذا تتبين الإمامة ومرة قال سفيان الثوري لعبد الرحمن بن مهدي بن حسال عنبري رحمه الله الإمام الحافظ الكبير توفى سنة سبعة وتسعين ومائة قال له سفيان الثوري وكان ورد عليه في الكوفة أنا سوف أريد بغداد أريد أن تجمعني مع رجل من أهل الحديث سأل عبد الرحمن مهدي وكان ابو مهدي إمام يعرف الرجال قال نعم فلما ورد سفيان الثوري إلى لعله إلى بغداد المقصود ورد فقال أبو سعيد سفيان بن سعيد الثوري أين الموعد أو كذا الذي يعني اتفق معه قال نعم أبو الأعور هو الذي يذاكرك يحيى بن سعيد القطان هذا الإمام إمام كبير إمام حافظ رحمه بحر لا ينزف هذا الإمام من كبار شيوخ الإمام أحمد وكان الإمام رحمه الله من إجلاله إذا حبر عنده لا يجلس هيبة له هكذا ذكروا رحمة الله عنه في الترجمة فلما ذكر يحيى بن سعيد جعل يذاكر وجعل سفيان يحجب ويطرب لمذاكرة يحيى بن سعيد له لأنه ذكر إماما مع أنه في رتبة طلاب سفيان الثوري في رتبة طلاب سفيان الثوري فأورد أحده ثم أورد سفيان الثوري حديث قال روينا في الحديث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر عن النبي عن سالم عن النبي عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الجرس مزامير الشيطان يقوله يحيى بن سعيد يقوله سفيان الثوري قال يحيى بن سعيد تعست أبا عبد الله تعست أبا عبد الله قال كيف هو أدرك أن نخطأ قال له عبيد الله عن نافع عن أبي الجراح عن سالم عن أم حبيبة قال اكتبه لي اكتبه لي أدرك الخطأ مباشرة لماذا لأن سفيان الثوري جرى على الجادة عبيد الله النافع عن ابن عمر جرى على الجادة الإنسان الإنسان في الغالب يمشي على الجادة ما يذهب إلى بنيات الطريق كما يقول الشافعي تبع المجرة لكن يحيى بن سعيد لم يسر على الجادة في هذا والباخص العارف بالطرق تتبعه ولو حاد بك عن الجادة لأنك تعلم أنه ما ترك الجادة إلا لماذا لبصره بالطريق أنت لو كنت تسير مع إنسان خريت ويعرف الطرق وتمشي أنت على الجادة فلما سار بك قال نذهب منها هنا ما تعترض عليه تعلم أن هذا الطريق أحسن وأنه ما اختاره إلا لأنه أقرب وأيسر فتتبعه لكن لو كان إنسان لا بصره بالطريق تقول لا لو عدد نفسناك لا أسير على الجادة لكن إذا قال لك إنسان خريت ماهر بل قد تطلبه حتى يختص لك الجادة الطويلة إلى طرق أقرب وأيسر كذلك يحيى بن سعيد رحمه الله ترك الجادة في هذا الطريق ترك الجادة في هذا الطريق وسلك ماذا سلك طريقا غريبا لأن سالم عن أبيل جراح هذا نادر لا يكاد يوجد لكن عبيد الله عن نافع علي بن عمر هذه جادة مسلوكة القلب يسبق إليه الوهم يسبق إليه اللسان يسبق إليه مباشرة ولهذا لو أنه سلكه إنسان ليس من أهل الضبط مثلا وإن كان جيد محمد بن عمر بن علق وقاص ليثي مثلا سهيل بن أبي صالح العلا بن عبد الرحمن بن يعقوب وغيرهم ودونهم مثلا محمد بن إسحاق علي بن زيد بن جدعان هؤلاء يدرك يعلم أنهم أخطأوا وأنهم غالطوا لكن الذي يترك الجادة وهو دوبصر فإنك تعلم أنه تركها عن علم فلهذا الخطأ يرد على الإنسان وإن كان ضابطا مبرزا في الغالب أنها تحسب غلطاته ما تكثر جدا ولهذا يتداركونها بالمدارسة بالمذاكرة إحياء العلم بالمذاكرة بنقل عدل تام الضبط متصل السند أن يكون السند متصل السند قد يكون 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 رجاله أئمة الثقات لكن فيه انقطاع سقوط واحد أو انقطاع بسقوط اثنين يكون معضلا أو انقطاع في أوله من مصنف واحد فأكثر فيكون معلق أو انقطاع في آخره من بعد من بعد التابع فيكون مرسلا فهذه كله أنواع من الانقطاع على الألقاب التي عندها العلم لابد أن يسلم السند منه متصل السند غير معلل يعني علة قادحة علة قادحة ولا شاذ لمعنى ولهذا قال متصل السند غير معلل طيب إذا كان متصل السند إذا إذا كان متصل السند إذا ما في علة لكن قد يكون متصل ظاهر لكن فيه علة فيه علة خفية فيه علة ولقى غير معلل وهذا هو البحث الذي يتميج به المتمرسون المتبصرون الذين يعرفون الحديث والذين يقولون للراوي نفسه خاطبون الراوي هو يروي عن شيخ وهو ثقة قد يكون لا بأس به يروي فيقول له الإمام برز أنت لم تسمع من شيخك أنت لم تسمع من شيخك أنت لم تدركه أن رويته عنه نعم يقول أنت ندركه وهذا من عجائب ما يذكر عنهم أنهم يبينون للراوي أنه لم يسمع وهذا من العجائب ومما يسر الله سبحانه وتعالى له هؤلاء الإمة الذين أحاطوا بالأسانيد فتجدهم يعرفون الراوي يعرفونه ويعرفون شيوخه ويعرفون متى دخل البلد ومتى خرج من البلد ومتى روى عن هذا وكيف روى عن هذا ربما هو لا يعرفها يعني من العموم الرواة الذي ليس من أهل الضبط والمتانة هذا واقع والقصص في هذا كثيرة لمن تتبعها حين يعتون الراوي وهذا مفترض في الراوي الذي لا بأس به بخلاف من كان يروي ويكون كذابا هذا خارج عن هذا الحد إذا حدث مثلا عن إنسان قيل له متى رويت عنه قال أدركته سنة مئة ويكون شيخه هذا مات سنة تسعين فيقول له فيقول لأصحابه إن شيخكم هذا قد روى عن شيخه بعد موته بعشر سنين يعني كذب هذا خارج عن هذا هذا كذب لكن من يخطئ من يشتبه عليه الأمر فهذا هو الذي جاء فيه مثل هذا ولهذا قال غير معلل أي علة خفية إما بإرسال خفي أو تدليس مثلا يتبين بالنظر في الطرق أو نحو ذلك من العل التي يذكرونها أنه يكون وفي الظاهر هو غير مدلس لكن يعلمون أنه لم يدرك هذا الشيخ لم يسمع منه مع أنه قد اجتمع به لكن لم يسمع منه هذا الحديث والقصص في هذا عن البخاري وعن غيره أمرها عجيب وعن شعبه رحمه الله في اختباره الرواة وهذا لا لعل يأتي لشاره إلى شيء منه ولهذا قال غير معلل ولا شاذ كلمة غير معلل ولا شاذ يدخل فيه أيضا قوله غير ولا شاذ يدخل فيه ولا منكر من باب أولى وهذه العبارة ولا شاذ مما وقع فيها الخلاف مما وقع فيها الخلاف لأن كثير مما صنف في علوم مصطلح فرقون بين الشاذ والمنكر ولعله يتيسر إن شاء الله إشارة إلى أن الصحيح أنه لا فرق بين الشاذ والمنكر عند أئمة الحديث وأنهم يقولون الشاذ منكر ويمنكر شاذ ولهم في هذا كلام كثير رحمة الله علي علي محمد وغيره لكن المراد هنا هو الإشارة إلى الحديث الذي يروى بهذا الإسناد هذه شروط ثلاثة وجودية واثنان عدمي وكما تقدم في الضبط أن الضبط ضبطان ضبط صدر وضبط كتاب ضبط الصدر يشترط فيها يكون حافظ ضابط بمعنى أنه ينقل ما تحمله يؤدي ما تحمله يؤدي ما تحمله بمثله الحالة تحمل فيها ليس المعنى أنه لا ينقص حرفا لا لأن الصحيح أنه تجوز رئيب معنى لكن كثير من هؤلاء إما الكبار في الغالب أنهم ينقلون الأخبار من الصياء وإن كان الذي يعتمد على حفظه قد ينقص حرفا يزيد حرفا قد يغير كلمة قريبة من كلمة لكن ما دام أنه يؤدي المعنى وعرف أنه ضابط وحافظ وأنه ينقش في صدره فهذا يكفي لكن لأما الحفاظ رحمة الله عليهم وإن الذين اعتمدون على الحفظ على ثلاثة أقسام قسم يحفظ عند الشيخ يحفظ ليس معه كتاب ليس معه كتاب هذا القسم الأول ثم يذهب إلى هذا الشيخ وهذا الشيخ فإذا رجع إلى بيته في آخر النهار أو بعدما يفرغ من الشيوخ بدأ يكتب ما يحفظ فينقشه في الغالب كما حفظه لكن لا شك أنه فرق بين الكتاب حال السماع والكتاب بعد ذلك لكنه يكتبه بعد ذلك ويكتب إذا رجع إلى داره القسم الثاني منهم يكتب يسمع من الشيخ ثم بعد الفراغ يستند إلى سارية بعد فراغ الدرس وهو في المجلس هذا في مسجد أو في غيره يستند إلى سارية فيكتب ما سمعه القسم الثالث وهو أتمهم الذي يكتب حال السماع مباشرة يسمع ويكتب يسمع ويكتب وهذا هو أتم الثلاثة ولهذا الذي يكتب حال السماع حال السماع يقدم عن من لا يكتب إلا بعد السماع ولو كان أحفظ منه ولو كان الذي لا يكتب أحفظ منه وثبت عن إما أحمد رحمه الله في ثلاثة من تلاميذ شعبة كان يحي بن سعيد القطان ومعاذ بن معاذ العنبري وخالج بن الحارث الهجيمي ثلاثة إما كبار حفاظ من كبار تلاميذ شعبة أبو الحجاج أبو الورد العتكي مولاهم أبو بسطام الواسط رحمه الله أول من فتش عن الرجال بالعراق رحمه الله بواسط يقول كان الإماع الحمد رحمه الله يقدم خالد بن الحارث الهجيمي على يحي بن سعيد يعني يحي بن سعيد باقعة في الحفظ لكن قدم خالد بن الحارث الهجيمي فقيل له فقال كان يحي بن سعيد لا يكتب حتى يرجع إلى بيتك شف كيف عرفوا هؤلاء الحمد رحمه الله عرف كيف يكتبون لا يكتب يحي بن سعيد حتى يرجع إلى داره أما معاذ بن معاذ العنبري فيكتب بعد الفراغ من السماعين يستند إلى ساريا في المسجد ويكتب بعد ذلك أما خالد بن الحارث فكان يكتب حال السماع ولهذا قدمه لمحمد على من لا يكتب إلا بعد ذلك وكلهم والجميع من رجال الشيخين وغيرهما فهذا هذا الضبط هو الضبط المعتبر ضبط الكتاب ولهذا إذا قد يتسمع الضبطان ضبط صدر وضبط كتاب قال أبو حاتم رحمه الله عن مالك إنه حافظ ورابط لكتاب يا مالك جمع بين أمرين كان حافظا وكان يكتب رحمه الله ولهذا هذا يقدم لكن لو كان الذي يكتب ليس بحافظ لكنه يرجع إلى كتابه لا يضر ولا يؤثر ولهذا يقولون مثلا في بعضهم حين لا يكون حافظا قيل إنه يأخذ أو ينقل من كتابه لكن الكتاب له شروط العلماء ذكروا شروط كثيرة حين ترجع إلى مثلا علم مصطلح في باب الرواية والكتابة ذكروا شروط عظيمة في الكتابة وفي التقيم وفي الإعجام وفي التصحيح وفي التضبيب إلى غير ذلك لكن أهم ما في ذلك أنهم قالوا يشترط في من ينقل من كتابه شروط أولا أن يعرض كتابه على شيخه يعرض كتاب على شيخه إنسان كتب عن شيخه كتب حال السماع بعد الفراغ قالوا لا يحدث حتى يعرض كتابه على أصل الشيخ مبالغة وتثبت في ضبطه لكتابه أو يعرضه على أصل مسحح على أصل الشيخ مثل أصل آخر من فرع آخر لبعض طلاب الشيخ الثقات الذي عرض على الشيخ فإذا لم يتيسن عرضه على أصل الشيخ فعلى فرع مسحح على أصل الشيخ لأنه تابت بعرضه على الشيخ الأمر الثاني أن يحفظه وأن يصونه لا يعطيه لأحد وقال بعضهم ولا يعيره مبالغة في حفظ كتابه يصونه إلا أن يكون معه في يده ومن أهل العلم قال لبأش بإعارته إذا كان ضابطا فلو حصل في التغيير في كتابه يعرف ذلك لو غاب عنه كتابه مثلا سرق كتابه ثم رجع إليه قال بعضهم لا يجوز أن ينقل عنه ومنها العلم من قال إن كان لما رأى كتابه عرف أنه ثابت وصحيح وأنه لم يغير فيه شيء لقوة ضبطه وهذا معروف عنده يعرفون من يضبط ومن لا يضبط مدون هذا في كتب التراجم أو أنه لو غير فيه فإنه يعرف التغيير يعرف الخطأ من الصواب وهذا الذي رجحه جمع من أهل العلم لكن أهم ما يكون هو العرض ومن أعلى ما روى في هذا أن عروة ابن الزبير قال لابنه هشام لما فرغ من الكتابة عن بعض من شيخه قال هل عرضت أصلك قال لا يعني هل عرضته على شيخك قال لم تصنع شيئا لم تصنع شيئا لا بد أن تعرض أصلك على الشيخ وقال الأوجاع ويحيى ابن أبي كثير مثل الذي يكتب الكتاب عن شيخه ولا يعرضه عليه كمثل من دخل الخلاء ولم يستنجي خرج بنجاسته يعني إشارة إلى أنه التمثيل هذا إشارة إلى أنه وقع في خطأ كبير وبعض السلف قد يقولون أمثلة فيها شيء من شدة في التمثيل مبالغة في التمثيل وأن أصله ليس بعمدة فلهذا قالوا لابد من ضبط الأصل وذكروا عجائب في هذا في مسألة ضبط الكتاب وتصحيح الكتاب لمن كان له كتاب لكن من كان لا يكتب وهذا يقع أحيانا لبعضهم قد يكون لا يكتب أصلا قتاده باندعامه أبو الخطاب السلوسي رحمه الله التابعي الكبير جاء عند الزهري مدة يسيرة لعلها ثمانية أيام فقال قم يا أعمى فقد أنزفتني فكان له أثناء حضوره هدير من شدة همته وكان وكان لا يفلت شيئا مما يحفظه ما دخل في قلبه فإنه محفوظ لا يخرج وهذا وقع لكثير من الحفاظ رحمة الله عليهم والأمثلة عنهم كثيرة رحمة الله عليهم فهذا فيما يتعلق بالضبط سواء كان ضبط صدر أو ضبط كتاب وسبق الإشارة إلى أن هذا الأصر هو التحقق مأخوذ من السنة ومن الصحابة رضي الله عنهم ومن الأصول عند السلف رحمة الله عليهم في تعليل الأخبار والكلام في الأخبار التعليل بنكارة المتن ليس فعل السلف أهل الحديث مقتصر على مشألة السند لا هم أطباء الحديث وأهل المعرفة والفهم أهل الفق اختلط بدمائهم ولحومهم اختلط سنة بهم ولهذا يميزون يميزون رضي الله عنهم حين يسمعون الخبر فيقولون للحديث ضوء كضوء النهار نعرفه وظلمة كظلمة الليل ننكره بمجرد سماعنا الخبر وإن لم يرى سند وإن لم يسمع سند ينكره وإما يبين صحة هذا أنه قد يتفق قول اثنين أو ثلاثة لم يلتقي من أئمة هذا الفن عن حديث أو أحاديث سئلوا عنها فكان قولهم واحداً مع أن كل منهم لم ينقل عن الآخر لأنهم ألفوا هذه الأحاديث لممارستها مثل ما قال عبد الرحمن المهدي رحمه الله لما سئل عن الأخبار وابن المبارك كذلك فقالوا يبقى لها الجهابذة ينخلونها نخلة يعرفونها ولما قال بعض الوضاعين ومنهم عبد الكريم من أبي العوجة أحد الوضاعين قال قد وضعت أربعة آلاف حديث أحلل فيها الحرام وأحرم فيها الحرام وكان قيل إنه قتل على الجنتق هو أو غيره المقصود أنه قال نحو من هذا الكلام فقيل له الجهابذة ينخلونها نخلاً لا خوف يبقى لها عبد الله بن المبارك وأمثاله من أهل العلم قال عبد الرحمن ومهدي رحمه الله لما سئل عن هذا وأنهم ميزون الحديث الصحيح من الضعيف قال أرأيت لو ذهبت إلى الصيرفي الذي يميز الذهب من الصفر الذي يميز الصحيح من البهرج فأعطاه درهما بهرج لكنه لا يعرف مغشوش أو أعطاه دراهم أعطاه دنانير ذهب فجعل ينظر فيها على طريقته فقال هذا بهرج وهذا صحيح مغشوش هذا بهرج وهذا صحيح أكنت تسأله عن ذلك أو تسلم له قال لا أسلم له قال فهكذا أهل الحديث هكذا أهل الحديث وجاء رجل إلى أبي حاتم الرازي محمد المدريس الحنظلي الرازي رحمه الله فقال له كيف لك تقول هذا الحديث لا يصح وهذا الحديث موضوع هذا الحديث لا أصر له من أعلمك أنه موضوع من أعلمك أنه لا أصر من من قال تسألني عن هذه الأخبار ثم تذهب إلى بجرعة فتسأله عنها ثم تذهب إلى محمد بن مسلم بن وارة فتسأله فإن اتفق قولنا علمت أننا قلنا عن بينه وإن اختلفنا علمت أننا لم نقول شيئا قال نعم فسأل أبا حاتم عن أخبار وفي الحال فقال أبا حاتم هذا حديث لا أصر له هذا حديث لا يصح وهذا حديث موضوع وهذا حديث باطن ثم ذهب إلى أبي جرعة عبيد الله بن عبد الكريم الراجي رحمه الله فقال في الحديث الذي قال فيه أبا حاتم موضوع قال أبو جرعة لا يصح والذي قال فيه أبو حاتم قال أبو جرعة موضوع وذهب إلى ابن وارة فقال نحن من هذا فأجب الرجل لأنها أقوى وإن اختلفت الأفضل اتفقت تمام معنا فعند ذلك جاء الرجل أبي حاتم فقال له ما معناه إن هذا العلم إلهام إلهام وسلم الأمر لهم لكن ليس المعنى أنه يتكلم في الأخبار من شاء لا هم لا يتكلمون إلا عن بينه ولهذا إذا اتفق أئمة الحديث على تضعيف حديث فلا يجوز خلافهم ويتفقوا على تصحيح حديث فلا يجوز خلافهم لكن حين يختلفون يكون موضع الاجتهاد وهم رحمة الله لا يصححون على سبيل الكهانة حتى قال بعضهم من شدة ما رأى من ظهور هذا العلم على هذا الوجه من الإلهام قال الذي قال علمنا يقول بعضهم العلب مهدي علمنا بالحديث عند الجهال كهانة علمنا بالحديث عند الجهال كهانة يقول هذا كاهن اتفق هذا القول وهذا القول لكن حين ترى هذه الأخبار التي عرضت فينظر في أسانيدها تكونوا باطئة لكن هو يعرف أنه باطل قبل أن ينظر في متنه وفي سنده وإذا نظر في سنده فإنه في الغالب إما أن لا يكون له سند وإن كان له سند فلابد أن يكون في سنده من هو متهم أو كذاب أو نحو ذلك حسن الله سبحانه وتعالى ولك التوفيق والسلاة والله عنهم إن شاء الله وسلم ومبارك على نبينا محمد